موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين إلى نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية البداية بأبرز العنون موسيقى رئيس الجمهورية يعزي في وفاة المناظر عبدالقادر أمين القراش الجيش الوطني يسيطر على التباب والمرتفعات الجبلية واقع غرب سلسلة جبال الطير والجوهرة في باقم بصعدة موسيقى لغم بحري حوثي في البحر الأحمر يفتك بحوت ضخم بسواحل ميدي محافظة حج موسيقى مجددا أهلا وسهلا بكم بعث فخامة الرئيس عبدالربو منصر هذه رئيس الجمهورية برقية عزاء وموسائل أديب وعصام وأمين ورأفة القراشي عزهم فيها بوفاة والدهم الشخصية الوطنية والنقابية المناظر عبدالقادر أمين القراشي الذي وافه الأجل إثر مرض عضال ألم به وأشار رئيس الجمهورية في البرقية إلى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وأدواره الوطنية ضد الاحتلال البريطاني وحتى تحقيق الاستقلال في الثلاثين من نوفمبر وعبر فخامة الرئيس عن أحر التعازي وصادق المواسى بهذا المصاب الأليم مبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء وموسى في استشهاد قائد الشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية السابعة العقيد الركن عبان قعشا وعدد من مرافقي إثر استدافهم بعبوة الناس فزرعتها ميليشيات الحوثي الإنقلابية وأشار نائب الرئيس في البرقية التي بعثها إلى أسر الشهداء بمناقبهم وبطولاتهم الخالدة وتضحياتهم الجسيمة في سبيل الدفاع عن الوطن ومواجهة الميليشيات المدعومة من إيران مؤكدا بأن هذه التضحيات التي يقدمها أبناء الشعب اليمني من خيرة أبنائه ورجالاته لن تزيد اليمنيين إلا إصرارا وعزيمة على مواصلة النضاء لاستعادة الدولة اليمنية وحماية المكتسبات الوطنية وعبر نائب الرئيس عن خالص العزاء والمواسى لأسر وأقارب الشهداء وزملائهم سائلا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك أن إصلاح وتطوير التعليم سيظل أولوية حكومية رغم كل التحديات والظروف الراهنة باعتبار ذلك المرتكز الأساس لإحداث أي نهضة اقتصادية وتنمية حقيقية انطلاقا من أن التعليم أول متطلبات التنمية وشدد رئيس الوزراء خلال ترأسه في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لقيادة وزارة التربية والتعليم على أهمية الارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية وتعزيز دورها في تكريس ثقافة التعايش والاعتدال وتحصين النشء والشباب من الأفكار الهدابة والمتطرفة واجدد الدكتور معين عبد الملك تأكيد على أن المواجهة مع الميليشيات المتطرفة بكل أشكالها هي مواجهة فكرية بالمقام الأول مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي الإنقلابية تسعى إلى السيطرة على التعليم وتوجيهه نحو إنشاء جيل مؤدلج فكريا وسياسيا وعقائديا ونوه رئيس الوزراء باهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخمة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية وحرصه على النهوض بالعملية التعليمية وتجاوز الإشكاليات والتحديات التي تواجهها في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها الوطن مؤكدا على همية التفكير بحلول حقيقية وغير تقليدية خصوصا فيما يتعلق بمواجهة العجز بالكادر التعليمي وتفعيل الأنشطة المدرسية والارتقاء باستراتيجيات التعليم النوعية وكيفية الاستفادة من المنح والمساعدات الخارجية في القطاع التعليمي وناقش الاجتماع بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله لملس الوضع التعليمي والتربوي في مختلف محافظات الجمهورية والإشكاليات الكبيرة التي تواجه العملية التربوية والاحتياجات الطارئة للارتقاء بها خصوصا فيما يتعلق بالكادر التعليمي والمشاريع والتجهيزات وإعادة التأهيل والترميم للمدارس والمؤسسات التعليمية التي تضررت بسبب الحرب التي أشعلتها مليشيات الحث الإنقلابية المدعومة من إيران واستمع رئيس الوزراء من وزير التربية والتعليم ورواساء المؤسسات التابعة لها إلى عرض موجز عن المشاريع المتعثرة في قطاعات التعليم والتدخلات الملحة في مجال البنية التحتية في التربية والتعليم حيث وجه رئيس الوزراء بإجراء دراسات ومسوحات شاملة لتلك المشاريع والرفع بها إلى مجلس الوزراء للبحث في آليات تمويل مناسبة وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا المتعلقة بآليات التنسيق والشراكة مع الوكالات والمنظمات الدولية المانحة في القطاع التعليمي وتفعيل لجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ومركز البحوث والتطوير التربوي وقطاعات محو الأمية وتعليم الفتاة كشف وزير الإعلام معمر الإرياني عن قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بتنفيذ حملة ممنهجة لاستدراج وتجنيد الطالبات في المدارس وذلك ضمن أعمالها الإرهابية المتصاعدة فيما تبقى من مناطق تحت سيطرتها وقال وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن هذه الخطوة تهدف إلى إلحاقهن بتشكيلاتها المسلحة أي ما يعرف بالزينبيات واستخدامهن في مهام التجسس على الجلسات النسائية ومدهمة المنازل وقمع الإحتجاجات بعد إلحاقهن بدورات تعبوية وإخضاعهن لبرامج تدريبية وضف الوزير الإرياني أن هذه الخطوة تندرج ضمن محاولات الميليشيات الحوثية استخدام النساء في عملياتها الإرهابية والتدمير الممنهج للقيم والأعراف والعادات والتقاليد اليمنية التي تكرم المرأة وتمنحها مكانة خاصة وتجرم استخدامها في أعمال العنف والزج بها في الصراعات السياسية ودع الإرياني المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق المرأة والمناهضة للعنف ضد النساء وكافة الحقوقيين والنشطاء لإدانة هذه الممارسات الإجرامية وكافة أشكال الاعتداء الذي تتعرض له المرأة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية والضغط للحيلولة دون استخدامها في الأعمال القتالية وأشار وزير الإعلام إلى أن استمرار صمت المجتمع الدولي إذا هذه الممارسات الإرهابية وعمليات تجريف وغسل العقول عقول الأطفال والنساء والشباب في اليمن تحديدا من قبل الميليشيات الحوثية غير مبرر مؤكدا أن الجميع سيدفع الثمن غاليا لم يتم التصدي لجرائم الميليشيات الحوثية وممارساتها الإرهابية كما حدث مع التنظيمات الإرهابية الأخرى ناقش اجتماع برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد دكتور أحمد عطية سير الإجراءات المتبعة لموسم عمرة هذا العام 1441 هجرية استمع الوزير من قيادات قطاع الحج والعمرة إلى عمل اللجان الخاصة بالعمرة والتفاصيل المتعلقة بهذا الموسم وبعض العراقيل والصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع وأكد الوزير عطية أهمية مثل هذه اللقاءات التي تعكس حرص الوزارة على تقييم الأداء المؤسسي في القطاع وتلافي القصور ومعالجة الإشكالات والصعوبات مشيدا بجهود الموظفين موظفي الحج والعمرة وجميع العاملين في خدمة المعتمر اليمني وثمن الوزير جهود المملكة العربية السعودية ابتداء من فتح باب العمرة في الموسم الماضي 1440 هجرية بعد انقطاع دام قرابة خمس سنوات نتيجة الحرب التي شنتها ميليشيات الحوث الإنقلابية على اليمنيين وكذل التعاون الملموس من جميع الجهات ذات الصلاة بالعمرة واتذليل الصعاب أمام المعتمر اليمني سيطرت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات دعم الشرعية على مواقع جديدة بمديرية باقم في محافظة صعدة وقد مصدرون عسكري أن قوات الجيش الوطني نفذت عملية هجوم نوعية على مواقع تتمترس فيها ميليشيات الحوث الإنقلابية في باقم وسيطرت على التباب والمرتفعات الجبلية الواقعة بين غرب سلسلة جبال الطير والجوهرة وشرق مركز المديرية وقال المصدر أن العملية أسفرت عن مصرع أركان حرب الميليشيات في اللواء 103 ومقتل العشرات وجرح آخرين وأسر ثلاثة عناصر من بينهم قناص بكامل مقتنياته فيما لاذا البقية بالفرار مشيرا إلى اغتنام الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإعطاب مدرعة والسيطرة عليها استهدفت مدفعية قوات الجيش والمقاومة جمعات الميليشيات الحوث الإنقلابية في محافظة الظالع مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتل والجرحى في صفوف الميليشيات وإعطاب عدد من آلياتهم العسكرية وعرباتهم وقال مصدر ميداني أن قوات الجيش والمقاومة استهدفت تجمعات الميليشيات الحوثي غرب الفاخر أدى إلى سقوط قتل وجرحى من عناصر الميليشيات الحوثية وتدمير آليات ومعدات لهم قال مصدر عسكري أن عناصر ميليشيات الحوثي شنت عمليات استهداف على مواقع القوات المشتركة شمال منطقة الجبلية التابعة لمديرية تحيطة بمحافظة الحديدة ونقل المصدر أن ميليشي الحوثي استهدفت مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة وأضاف المصدر أن قناصة الميليشيات قامت بفتح نيران أسلحتها والقيام بعمليات قنص متواصلة على مواقع أخرى جنوب المنطقة وفي السياق أعلنت القوات المشتركة عن مقتل العشرات من ميليشي الحوثي خلال تصدي القوات لهاجمات متفرقة شنتها البليشيات على مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة قال مصدر محلي في جزيرة بكلان أن حوتا يتجاوز طوله عشرة أمتار وجد ميتا قبالة سواحل الجزيرة التابعة لمديرية ميدي بمحافظة حجة وقال المصدر أن الحوت النافق ما زال في شواطئ الجزيرة واشار إلى أن الألغام البحرية منتشرة بشكل كبير أمام الشواطئ اليمنية وقد تسببت بضرر بالغ أصاب الحياة البحرية والصيادين منذ عام 2015 يعاني الصيادين بالساحل الغربي في البحر الأحمر من الألغام التي تزرعها ميليشيات الحوث المدعومة من إيران ولم يستطيعوا القيام بعملهم بسببها اطلع محافظة العاصمة المؤقتة عدن أحمد سالم ربيع علي على سير أعمال تركيب وتبديل الخط الجديد بمنطقة البرزخ بمديرية خورمكسر وذلك لنقل المياه إلى كل مديريات الصيرة والمعلة والتواهي أشهد محافظة عدن بالعملين الذين يعملون ليلة نهار للتبديل الخط القديم لإعادة توصيل المياه للمديريات وحثى على سرعة الإنجاز بحيث يتم تزويد مديريات المعلة والتواهي وصيرة بالمياه من مساء اليوم واستمع المحافظة أحمد سالمين من المهندس فتح السقاف مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي والمهندس محسن مشذلي مدير المنطقة الأولى إلى شرح حول سير العمل لتوصيل أنابيب الخط الرئيسي بقطر 24 بوصة والذي سيزود مديريات صيرة والمعلة والتواهي بمياه الشرب بدل الخط القديم المتهالك مؤكدين أنه سيتم إطلاق ضخ المياه عبر الخط الجديد مساء اليوم إلى تلك المديريات وعبروا عن شكرهم للمحافظ محافظ عدن أحمد سالم ربيع على دعمه ومتابعته المستمرة للجهود وأنشطة مؤسسة المياه والصرف الصحي وبشكل دائم وجه محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد سالم ربيع علي السلطة المحلية بمديرية المعلة بسرعة العمل على إنجاز مشروع إعادة التأهيد وصيانة شبكة الصرف الصحي بشارع المعلة الرئيس وشارع السعيدي الخلفي بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي والجهة الداعمة والمنفذة المشروع وسرعة معالجة أي إشكاليات تتعلق بعرقلة سير عمل المشروع مؤكدا أن قيادة المحافظة لن تألو جهدا في سبيل حل ومعالجة مشاكل طفح المجاري في الشارع الرئيسي والذي يمثل واجهة عدن الحضارية وكذا في الشارع الخلفي شارع السعيدي جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمديرية المعلة والتقائه بجموع المواطنين استماعه إلى شكواهم ومتطلباتهم المتمثلة بتوفير الخدمات وفي المقدمة خدمات الصرف الصحي وتوصيل مياه الشرب والكهرباء أكد محافظ عدن حرصه على معالجة تلك الإشكاليات بأسرع وقت ممكن وتلبية احتياجات المواطنين في توفير الخدمات الأساسية وفي المقدمة توصيل مياه الشرب وتأهيل شبكة الصرف الصحي وإلزام المختصين وفي المقدمة السلطة المحلية بالمديرية بتولي عملية ومسؤولية متابعة أعمال الصيانة الدورية لشبكة الصرف الصحي وإبلاغ قيادة المحافظة للمساهمة في حل الإشكاليات المستعصية على السلطة المحلية بالمديرية وأبدأ أبناء المديرية شكرهم وتقديرهم لجهود المحافظ وتلموسه لهمومهم وقضاياهم المختلفة رفقه في الزيارة التفقدية لأحياء وشوارع مديرية المعلة الأخ كريم منير أمين عام المجلس المحلي بالمديرية ومرسي النبي المدير مكتب مدير عام مديرية المعلة تفقد محافظ العاصمة المؤقتة عدن شوارع مديرية المنصورة وخلال الزيارة وجه محافظ العاصمة أحمد سالمين قيادة مديرية المنصورة بتكثيف أعمال الصيانة لشبكات الصرف الصحي بالمديرية كما وجهه بتكثيف أعمال النظافة فيها كما استمع المحافظ من المواطنين إلى العديد من الملاحظات التي تخص جانب النظافة والمياه والصرف الصحي وكذا خدمة الكهرباء من جانبه وعد محافظ المحافظة المواطنين بتحسين الخدمات بالمديرية خلال الفترة القريبة القادمة أكد محافظ لحجل واروكن أحمد تركي حرص السلطة المحلية على تطوير ودعم قطاع الكهرباء وتوفير الطاقة للمواطنين وشدد المحافظ خلال ترأسه الاجتماع الموسع لمدراء الإدارة بفرع المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة على ضرورة التنسيق مع إيهاتي ذات العلاقة للتوحيد الجهود من أجل تحقيق الاستقرار الدائم في الطاقة الكهربائية وناقش الاجتماع والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء بالمحافظة واحتياجاتها الفنية وموازنتها وسبول معالجتها أكد محافظ محافظة أبيان لواروكن أبو وكر حسين سالم على أهمية إعطاء المزيد من الدعم الأممي للنازحين في محافظة أبيان والذين نزحوا من مناطق الصراع جاء ذلك خلال مناقشته مع مدير مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بعدا سونكي نونجرا ومدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشاراني رفيق ومنسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محمد الصوفي احتياج المحافظة إلى التدخلات الإنسانية لأماكن تجمع نازحين في المحافظة البالغ عددهم أكثر من 5714 أسرة نازحة بالإضافة إلى 1800 أسرة نازحة من مكيراس إلى مديرية لودر الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا لتحسين وضعهم الإنساني الصعب ولفت إلى أن هناك أيضا نازحين من محافظة أبيان وعدن ولحج ولم يستطيعوا العودة بسبب تعرض بيوتهم للتدمير جراء حرب القاعدة في 2011 وحرب الحوثي في 2015 ولفت المحافظ أن المواطنين وبسبب الحرب تعرضوا للكثير من الأمراض وهم بحاجة لتدخل فوري لتحسين وضعهم الصحي علاوة على معاناتهم جراء تدمير منازلهم وتدهور وضعهم المعيشي بسبب استمرار الحرب وهم بحاجة لتدخل إغاثي على مختلف المستويات اطلع محافظ أبيان لوارك من أبو بكر حسين من مدير شركة الحصان الأسود للتعدين والاستيراد أشرف عماد صديق وكبير الفنيين بالشركة المستشار المهندس خميس كامل مرعي التقى على سير عمل الإجراءات الفنية والقانونية والنظامية التي أجرتها الشركة مع الهيئة الجيولوجية وحصولها على تراخص استطلاع في قطاع العلم وشقرة كما اطلعها على أهداف الشركة والمراحل التي ستقوم بها ورحب المحافظ بشركة الحصان الأسود للإستثمار في محافظة أبيان مشيرا إلى أن السلطة على تم الاستعداد للتعاون وتسهيل كل الإجراءات وتذليل الصعوبات وأكد اهتمام السلطة المحلية بمحافظة أبيان للدفع برأس المال الأجنبي للإستثمار وتحريك عجلة التنمية وتحقيق الفوائد المشتركة لكلا الطرفين من جانبه أشار مدير شركة الحصان الأسود أشرف عماد أن الشركة تعمل في مجال الإستثمار في الرمال السوداء وستعمل في عدة قطاعات في محافظة أبيان خلال الفترة القادمة ترأس محافظ حضر موت اللواء روكن فرج البحسن اجتماعا موسعا لمناقشة خطة عمل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة واتجاهة عملها للعام الجديد 2020 والقضايا التي تهم المواطنين وسبول الدفع بها لإحداث تنمية شاملة والتركيز على الاحتياجات الأولية للمواطنين في مختلف مديريات المحافظة وتطرق المحافظ في الاجتماع الذي حضره وكيل أول حضر موت عمر بن حمريش الكثيري ووكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء صام الكثيري والوكلاء المساعدون ومستشار المحافظ إلى الخطوط العريضة لاتجاهات عمل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة خلال العام الجديد 2020 والتي تتكز بدرجة أولى على مواصلة جهود التنمية وحفظ الأمن والاستقرار شدد المحافظ على ضرورة مضاعفة وطيرة العمل والاقتراب من المواطنين وتلمس احتياجاتهم وتلبية مطالبهم خالص الاجتماع إلى الاتفاق على بعض الضوابط التي ستدفع بتحسين العمل في المستقبل وتطوير آلية العمل في مختلف المرافق ناقش محافظ شبوة محمد صالح بن عديو مع وكيل وزارة الأشغال لقطاع الطرق المهندس وليد ردمان احتياجات المحافظة من مشاريع الطرق والتحديات التي تواجهها وبرامج الصيانة لشبكاتها في المحافظة واستعرض المحافظ الطبيعة الجغرافية للمحافظة المترامية الأطراف مؤكدا الحاجة إلى شبكة طرق حديثة في عموم المديريات بما يسهم في تعزيز وتنشيط حركة الاستثمار والتنمية مشيرا إلى مجموعة من مشاريع الطرق التي يجري تنفيذها بتمويل من مبيعات نفط العقلة بمديرية عرماء وبتكلفة تجاوزت ثمانية مليون دولار المتمثلة في إعادة تأهيل مداخل مدينة عتق والترتيب لإنشاء ثلاث بوابات لها وإعادة إعمار جسر النقبة المعلقة بمديرية حبان وإنجاز إعادة إعمار جسر غرير المعلقة بمديرية الروضة وتواصل العمل في شق وسفلة الطريق عرماء من جانبه أوضح وكيل الوزارة اعتزام الوزارة إطلاق برامج صيانة طارئة مطلع العام المقبل لمشروعي الطريق الدولي العبر عتق وعتق بيحان عبر صندوق صيانة الطرق بعدا ناقش محافظ شبوة محمد صالح بن عديو خلال لقائه بوكيل وزارة الشباب والرياضة المساعد لقطاع الشباب الدكتور مونير لمع برامج العمل المشترك بين الوزارة والمحافظة والهادفة إلى معالجة أسباب توقف العمل في حزمة من المشروعات الرياضية الهامة بمركز المحافظة مدينة عتق وغيرها من القضايا والمواضيع المرتبطة بواقع الشباب والرياضة بالمحافظة وأليات تعزيز المناشط المختلفة لهم وتحقيق المقومات الأساسية للنهوض بهم من جديد وبما يكفل حضور المحافظة ومشاركتها في مختلف المحافظة الشبابية والرياضية وعلى كافة المستويات وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على طبيعة برامج الأعمال المشتركة بين الوزارة والمحافظة وتحديد تدخلات كل منهم في استئناف واستكمال البنية الأساسية للمشروعات الرياضية المتعثرة في مدينة عتق كما وجه بالشروع في استكمال مشروعات البنية التحتية لأرضية ملعب الفقيد الخليفي بعتق واستعدادا لتعشيبه بالعشب الصناعي كأول ملعب معشب بالمحافظة وكلف لجنة برئاسة الوكيل سالم الأحمد بإعداد الدراسة شاملة لإعادة تأهيل بيت الشباب وتجهيزه وتأثيثه بالكامل مؤكدا دعمه لقطاع الشباب والرياضة والعمل على إنعاش الحركة الرياضية في المحافظة وإيجاد مناشط شبابية متنوعة تعود بالفائدة على الشباب وتمنع إنزلاقهم في السلوكيات المضرة بهم وبأسرهم وبالمجتمع أشهد محافظ سقطر رمزي محروس بجهود أعضاء فريق المسح الميداني للأمن الغذائي وما يقدمونه من عمل إنساني في المحافظة وأكد المحافظ محروس خلال لقائه أعضاء الفريق برئاسة نادي الأغبري حرص السلطة المحلية على تذليل كافة الصعوبات أمام فريق المسح الميداني للأمن الغذائي بالمحافظة تفقد محافظ محافظة الخبيل سقطر رمزي أحمد سعيد محروس وبمعية مدير عام مديرية حديبو أمجد محمد ثاني ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق في المحافظة عبد السلام الجمحي تفقد الشوارع الفرعية المؤدية إلى شارع الثلاثين في مديرية حديبو وقام محروس بجولة تفقدية للإطلاع على المخلفات في الشوارع الفرعية والاستحداثات العشوائية فيها والتي قام بها بعض المواطنين بالبناء العشوائي فيها تأتيها للزيارة بعد رفع مكتب الأشغال العامة والطرق في المحافظة بشكاوى إلى المحافظ والمحافظة من قيام بعض الأشخاص بالبناء على الشوارع العامة في الحي والشوارع الفرعية الرابطة والمؤدية إلى الأحياء السكنية وفي الزيارة وجه محروس مكتب الأشغال العامة والطرق بسرعة إزالة الاستحداثات العشوائية من الشارع العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن مع نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ناهد حسين آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين ومستوى التدخلات ومشاريع البرنامج الأممي من أجل خدمة الإنسان اليمني في عموم محافظات الجمهورية وأكد اللقاء على التزام البرنامج الأممي بخطة المشاريع بموجب خطة التعافي الاقتصادي المقدمة من الحكومة وعقد لقاءة دورية بين الجانبين لتقييم مستوى التدخلات بشكل مستمر وأكد الدكتور باصهيب على همية تعزيز الشراكة الإيجابية لتطوير العمل المشترك بين الجانبين والتركيز على تنفيذ المشاريع وفقا للأولويات في مختلف المجالات وقطاعات الحياة وعلى وجه الخصوص المشاريع المستدامة من جانبها نوهت المسؤولة الأممية بضرورة تواصل اللقاءات المشتركة بين البرنامج الأممي ووزارة التخطيط واستيعاب الملاحظات للمساهمة في تنفيذ المزيد من المشاريع ذات الاحتياج للمجتمع ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي محمد الحامد مع مدير عام النقل الدكتور محمد أحمد الطائف وبحضور مدير عام مديرية لودر عواض علي النخعي ناقش تفعيل إيرادات النقل بمديرية لودر وقدم مدير عام النقل صورة مجزة عن نشاط الإيرادي والبرامج والخطط للعام الجديد 2020 شاكرا تعاون المحافظ والأمين العام لتذليل الصعاب واختيار أفضل الكوادر القادرة على تفعيل النشاط الإيرادي وبعد نقاش مستفيد تم تعيين الأخ خالد جمال درعان مديرا للنقل في مديرية لودر ووجه الأمين العام ضرورة تعاون السلطة المحلية بالمديرية والأجهزة الأمنية مع مدير النقل الجديد والعمل باتجاه رفع إيرادة النقل في المديرية تفقد وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي منطقات صلاح الدين بمديرية البريقة حيث تفقد أحوال المواطنين وزار مستشفى المدينة والمجمع الصحي فيها واستمع من المسؤولين إلى الصعوبات والاحتياجات الطارئة ووعد بمتابعتها مع الجهات المختصة وسرعة إيجاد حلول لمعالجة الصعوبات وتوفير المتطلبات كما التقى الشاذلي بعدد من مواطن منطقة صلاح الدين حيث استمع إليهم وإلى الاحتياجات الملحة والمعاناة المستمرة لانقطاع المياه في المنطقة وأيضا تعثر بعض المشاريع في الطرقات وعدم وجود مكتب للبريد وغيرها من المشاكل الخدمية وفي اللقاء الذي جمع الوكيل بقيادة السلطة المحلية في المديرية أكد سعي قيادة المحافظة للعمل مع أهالي المنطقة لتجاوز كل الصعوبات ومعالجة قضايا منطقة صلاح الدين وأكد الشاذلي إلى أهمية العمل بصورة عاجلة وسريعة مع مؤسسات المياه وتشغيل المولد الجديد والبحث عن تمويل لمشروع خزان للمياه في المنطقة دشنا وكيل محافظة تعز الدكتور عبد الحكيم عون الحملة الإغاثية العاجلة لمكافحة الأمراض الوبائية في اليمن بالمستشفى الجمهوري بتعز تحت شعار حملة الكويت إلى جانبكم التفاصيل في التقليل الذي أعدته الزميلة نعائم خالد دشنا وكيل محافظة تعز الدكتور عبد الحكيم عون الحملة الإغاثية العاجلة لمكافحة الأمراض الوبائية في اليمن التي تقيمها مؤسسة استقابة وبدعم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي بحملة الكويت بجانبكم نحن اليوم هنا في مستشفى الجمهوري التعليمي في مدينة تعز ندشنا الحملة الإغاثية العاجلة لمكافحة الأمراض الوبائية وهذا المشروع الذي تنفذه مؤسسة استقابة لأعمال الإنسانية والذي يدعم بدعم سخيا من الهلال الأحمر الكويتي ونحن بدورنا نقدم شكرنا وتقديرنا للهلال الأحمر الكويتي على دعمه المستمر والمتواصل لهذا المشروع ولعدة مشاريع أخرى داخل المحافظة ونقدم شكرنا وتقديرنا للكويت أميرها وحكومتها وشعبها ومنظمتها العاملة هناك الحملة تحمل عديد من الأنشطات التوعوية مع توزيع العلاقات لحم الضنك في مستشفى الجمهوري التعليمي بتاعز قهد مجتمعي لمساعدة أبناء تعز الذي طحنتهم الحربي والحصاري والمرض حملة الحميات تقوم بها استقابة لمدة أسبوعين تشمل ثلاث مراحل المرحلة الأولى مرحلة الرش والمرحلة الثانية مرحلة التوعية والمرحلة الثالثة مرحلة توزيع الدواء أو الصيدلية المجانية التي توزع دواء لمكافحة حم الضنك أو لمرضى حم الضنك بالمجان في مستشفى الجمهورية تكاثف مجتمعي وحملة إغاثية عاقلة لمكافحة الأمراض الوبائية في اليمن هذا ما نقده من مجتمعنا وخصوصا مؤسسة استقابة والعديد من المؤسسات من أجل مساعدة البسطة نعاين خالد قناة عدن فضائية تعز افتتح وكيل محافظة تعز مهيب الحكيمي التطوير الحضري لثلاثة مشاريع بالمحافظة منها باب موسى والباب الكبير والمظفر التفاصيل في التقدير التالي افتتح وكيل محافظة تعز المهندس مهيب الحكيمي ومعه رئيس جامعة السعيد الأستاذ الدكتور آدم الشميري ومدير مكتب الثقافة عبدالخالق سيف معرض مشاريع التطوير الحضرية الدفعة الأولى سنة خامسة كلية الهندسة وتقنية المعلومات في جامعة السعيد والذي يقدم ثلاثة مشاريع عن تطوير الباب الكبير في المدينة القديمة وباب موسى ومنطقة المظفر برؤية حضارية وفق تصامما هندسية معاصرة تدعم الطابع المعماري اليمني بإمكاننا نعيد بلادنا ونعيد مدينتنا نعيد تعز إلى ما شاهدناها اليوم على شاشة الكمبيوتر بإمكاننا نعيد ترتيب حياتنا ترتيب مدينتنا ترتيب أوضاعنا من قديد لنحي هذا الأمل ما شاهدت اليوم عشت دقائق عشت نص ساعة أو ساعة في حول جميل أتمنى أن يستطيع المجلس المحلي تستطيع الدولة تستطيع أن نترجم هذه الرسومات إلى واقع لا يوجد شيء صعب لا يوجد شيء صعب أعتقد أن الطلاب صغيرة بحقهم لأنهم طلاب إبداع الشباب نقل صورة تعكس إيجابية أفكارهم دون أن تتأثر بالحرب فشبابنا يطمحون دائما إلى كل ما هو جميل لمحافظة تعز وما هذه المشاريع إلا قزء من طموحاتهم التي ستتحقق يوما ما وعلى أيدي الشباب اليوم نحن في جامعة السعيد نناقش مشاريع التطوير الحضري لطلاب قسم الهندسة المعمارية وهذه المشاريع الرائعة لتطوير مدينة تعز المدينة القديمة الباب الكبير وباموسى والمظفر وهذه مجهود لقسم الهندسة المعمارية وكلية الهندسة مخترحات تصاميم متعددة لأبناء محافظة تعز من أجل تطوير المحافظة في العديد من مواقع التي يمكن أن يكون فيها تطوير حضري نعائم خالد قناة عدن الفضائية تعز بدعم من منظمة اليونسيف دش هنا مشروع الاستجابة التكاملية متعددة القطاعات دورة تدريبية في مجال إدارة وصيانة وتشغيل مشاريع المياه على مستوى السبع مدينيات بمشاركة خمسة وأربعين متدربا مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا محمد الجداسي بدأت هنا في محافظة اعتمار بدورة تدريبية في مجال إدارة وصيانة تشغيل مياه شرب النقية على مستوى السبع مدينيات ضمن مشروع الاستجابة التكاملية متعددة قطاعات وردت نفذه منظمة CSCW بدعم منظمة اليونسيف وكيل المحافظة عبدالباكري أكد على أهمية دور المشاريع التنموية ومنها مشاريع المياه وأشهد بالدعم في هذا المجال وأكد على أهمية الحفاظ على مياه شرب النقية والاستفادة من مشاريع التنمية نشرفنا أن نحضر افتتاح هذه الدورة التدريبية التي قتت بتمويل من منظمة اليونسيف ومشروع الاستجابة وبالتنسيق مع جمعية الأصلاح الخيري في مجال الصيانة والتشغيل المشاريع المياه والإصلاح البيئي ونشكر حقيقة المنظمة والأخوة في جمعية الإصلاح أن نتنبه لنا في مثل هذه الأمور هنا ديمومية المشاريع استمرارية المشاريع بكم أنتم بوجودكم كإدارة كصيانة إشراف مباشر خلق وعي مجتمعي وثقافة مجتمعية لدى المجتمع أن هذا المشروع خدمة للجميع رئيس منظمة سي أسس رابليو أكد بأنه تم تنفيذ 15 مشروعاً في إطار مدرية المدينة والكثير من المشاريع من الشرب النقية في المدريات المستدفة مرحب الأخوة المشاركين في هذه الورشة أو الدورة التدريبية التي تختص في جانب فني وجانب إداري هذا المشروع مشروع الاستجابة التكاملية متعددة للقطاعات تنفذه الجمعية جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية بتمويل من منظمة اليونسيف ويعمل فيه ثلاثة مكونات مكون الصحة والتغذية ومكون الحماية ومكون المياه والأصحاح البيئي الذي أنتم اليوم جزءاً منه يأتي تنفيذ تلك المشاريع والبرامج التدريبية بالتعاون والتنسيق مع فرع المؤسسة العامة للمياه الصرف الصحي وفرع الهيئة العامة لمياه الريفة في ظل الحفاظ على مياه الشرب النقية والمشاريع المستدامة لقناة عدد الفضائية محمد القناسي محافظة مارم تفقد وكيل محافظة شبوى المساعد علي محمد الكندي ومعه مدير عامي مكتب الزراع ورأي بالمحافظة فهد مبروك سالم مشروع السوق المركزي الخضار والفواكه التابع لجمعية الشبوى التعاونية الزراعية بعتق بتكلفة 130 مليون ريال وبلغت نسبة الإنجاز في حوالي 90% وخلال الزيارة استمع الوكيل من رئيس الجمعية المهندس أحمد العشلة إلى شرح متكامل عن المشروع الذي يضم عشر ثلاجات تخزين وتبريد وساحة استقبال وتصدير للمنتجات الزراعية وستة عشر محلا لبيع المنتجات الزراعية بالتجزئة مؤكدا أن الجمعية تسعى حاليا لتفعيل عملها ونشاطها الذي توقف بسبب الحرب التي شنتها مليشيات الحوث الانقلابية وطلع الوكيل المساعد على حجم الأضرار التي لحقت بالمنشأة مؤكدا اهتمام قيادة المحافظة بدعمه ومساعدة الجمعية في سرعة إصلاح هذه الأضرار وتأهيل السوق بشكل كامل أشهد المجلس الفني لمكتب وزارة التربية والتعليم بحضر موت بما تحقق من إنجازات ومكاسب جديدة وفريدة من نوعها خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجاري شملت مشاريع حيوية البنية التحتية وتحسين البيئة المدرسية وتوفير الاحتياجات من صلاة وقعات ومعامل وألعاب للأنشطة والحوسبة والمختبرات التعليمية الحديثة والمتطورة للقطاع التربوي والتعليمي جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الدورة الاعتيادية الخامسة للمجلس برئاسة وكيل وزارة جمال سالم عبدون الذي استعرض جملة من النشاطات الدوبة التي تم تنفيذها خلال الفصل الدراسي الأول أبرزها نجاح سير الاختبارات والجوانب الفنية من إعداد للأسئلة من قبل الموجهين التربويين وما سبقها من استكمال للمنهج وخلصت أعمال الدورة إلى طرح الملاحظات والمقترحات التي تصبه في الارتقاء بمستوى الأداء التربوي والتعليمي بالمحافظة افتتح الدكتور محمد سعيد خنبش رئيس جامعة حضرموت بمعية الدكتور سالم مبارك العوبة الثاني نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والدكتور عبدالله صالح باب عير نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية المبنى الجديد لدار الطالبات بمنطقة المساكن بفوه الذي أقيم بتمويل مشترك من نيابة شؤون الطلاب بالجامعة ومؤسسة طيبة للتنمية وخلال الإفتاح طاف رئيس الجامعة ومرافقه بالمبنى وتعرفوا فيه إلى غرف الطالبات وخدماتها من جانب آخر افتتحت العيادة الطبية بسكنة الطلاب التابعة لمركز طب الأسرة بجامعة حضرموت والتي تحتوي على الخدمات والرعاية الصحية والإسعافات الأولية للطلاب أكدت مدير مركز أو إس أو لتنمية قدرات الشباب نجيب النجار في حفل إعلان وثيقة أهالي منطقة قلوعة بئر أحمد للحد من زواج الأطفال والعودة إلى المدارس أن الوثيقة تعد قانونا ينظم وسؤلات حماية الأطفال أشرت النجار أن الاحتفالية تعد انطلاقة من منطقة بئر أحمد إلى باقي مديريات محافظة عدن ومنها إلى باقي المحافظات وإشارت إلى أن المنظمة عملت على تحسين سبل العيش للمواطن للمساهمة في عودة الأطفال إلى المدارس خاصة وأن بعض الأهل يضطرون إلى تشغيل أبنائهم للمساعدة في الحصول على لقمة العيش من جانبه قالت مسؤولة منظمة اليونس فتحي عمر أن هذه الوثيقة تعد من الخطوات الناجحة التي سعت المنظمة الدولية إلى تحقيقها وأشارت إلى أن الوثيقة التي وقع عليها أهالي منطقة القلعب في بئر أحمد تعد وثيقة لحماية الأطفال من الزواج المبكر وأشارت إلى أن تلك القرية الصغيرة تعد مثالا يحتذا به في اليمن وسائر الدول التي تعاني من هذه الظاهرة بعد ذلك بعد ذلك تلا مسؤول القرية رشاد البيشي الاتفاقية التي تم التوقيع عليها من قبل أهالي القرية والتي تحرم تزويد الأطفال وتدعم عملية عودتهم إلى المدرسة تخلل الحفل تقديم العديد من الفقرات الترفيهية وعرضت مسرحية كوميدية تناولت أهمية تعليم الفتاة نفذ مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية البريقة بمحافظة عدن أعمال إزالة الاستحداثات العشوائية والمخالفة للمخططات العمرانية في عدد من مناطق المديرية وقال مدير مكتب الأشغال العامة بالمديرية المهندس طلال علي أن تلك الأعمال والذي نفذها قسم عوائق البناء والمخالفات بالمكتب وبحماية ومساندة الأجهزة الأمنية تمكنت من إزالة الاستحداثات العشوائية وأعمال البص على الأراضي والمتلكات العامة في مخطط الحرم الجمعي بمدينة الشعب وفي منطقة السي كلاس وأكد المهندس طلال أن تنفيذ أعمال إزالة العشوائية بعد أن شارع عدد من المواطنين في أعمال بسط واعتداء على أراضي الدولة والمواطنين بطرق غير قانونية مستغلين الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد منوها إلى أن تلك الأعمال تأتي للحفاظ على المخططات العمرانية والوجه الحضاري والجمالي الذي تتميز به مديرية البريقة تفقد مدير عام مديرية حديبو أمجد محمد ثاني البيوت المتضررة من الأعاصير في مديرية حديبو بحي 14 أكتوبر كما قام مدير عام المديرية ومرافقة رئيس اللجنة الفنية في ديوان محافظة المهندس سردفان القديمي بجولة تفقدية للمنازل المتضررة وتقييم وتوثيق حجم الأضرار فيها وتهدف إلى تسهيل عمل المنظمات في الوصول لمعلومة حول المتضررين بشكل عام وتقديم الدراسات اللازمة لاحتياجات البيوت المتضررة ورفع دراسة واضحة إلى السلطة المحلية عن الاحتياجات لمخاطبة الجهات الداعمة كما تأتي هذه الزيارة بناء على توجيهات محافظة المحافظة في الاطلاع على الحالات المتضررة من الحالة المدارية بافان التي ضربت الجزيرة مؤخراً وتسببت في دمار كبير بعض الممتلكات ومن جانبهم ثمن الأهل هذه الزيارة آملين أن تسهم في التخفيف من معاناتهم تفقد مأمور مديرية الحوطة بمحافظة اللحج أنيس العجيلي سير العمل في مشروع إعادة تأهيل مدخل الحوطة الجنوبي وشارع السياحة والتربية بتكلفة تقدر بـ 300 مليون ريال وأشر العجيلي أن المشروع الذي ينفذه صندوق صيانة الطرق يهدف إلى إعادة البسمة والوجه المشرق لمدينة ظلت تعاني الحرمان لسانوات من المشاريع الخدمية للمواطن لافتاً إلى أن هذه المشاريع تكتسب أهمية في كونها تعتبر شريان مدينة وتساهم في تسهيل عملية تنقل المواطنين مشيراً إلى أن المديرية تشهد أيضاً تنفيذ مشاريع أخرى تساهم في نهوض المديرية ناقش طلاب من كلية الهندسة بجامعة عدن مشروع التخرج الخاص بالتصميم والتحكم بالذراع النيوماتيكي كمشروع مقدم لنعلي درجة البكالوريوس عبارة عن تصميم ذراع ألي يقوم على نقل الثقل من حمل إلى حمل آخر من خلال دائرة كهربائية يتم التحكم فيها عن بعد من خلال الهاتف زميل وضح شليلي حضر المناقشة ووفان بالتقرير الآتي بعد مناقشة مستفيدة لمشروع تخرج خمسة طلاب من كلية الهندسة بجامعة عدن دافعوا خلالها أمام اللجنة المشرفة على البحث العلمي الذي قدمه الطلاب والذي حمل عنوان مشروع التخرج الخاص بالتصميم والتحكم بالذراع النيوماتيكي كلمة عمادة كلية الهندسة ممثلة بالدكتور صالح مبارك أشهد بهذا الإنجاز الذي حققه الطلاب بعد الاتفاقية التي نفذتها الجامعة مع الشركات الخاصة لدعم مشاريعهم في مختلف التخصصات العلمية والمهنية وبما يسموه في خدمة المجتمع لا يسعني هنا إلا أن أتقدم أيضا بشكل جزيل للأستاذ دكتور القضر ناصر رصور رئيس جامعة عدن الذي أيضا بذل قهودا كبيرة في حضور توقيع الاتفاقية قبل عامين وهذا المشروع الذي تم تقديمه اليوم يتزامن مع توقيع هذه الاتفاقية مرور عامين كاملين نحن مع مثل هذه الاتفاقيات التي في الأخير تخدم هذا المجتمع من خلال أيضا مخرجاتنا الهندسية في مختلف التخصصات المشرف العلمي لمشروع الطلاب في كلية الهندسة لأستاذ المهندس عادل العريقي اعتبر أن هذا المشروع يرقى إلى أن يكون مشروع ماجستير ودكتوراه لما له من أهمية في الجانب العلمي والهندسي بكلية الهندسة مهنئا طلابه على هذا الإنجاز الكبير الذي يمثل باكورة جهد خمس سنوات من التحصيل العلمي طبعا هذا المشروع يعتمد من مشاريع الكبيرة وأعتقد أنه يرقى إلى أن يكون مشروع ماجستير طبعا نحن أيضا نحب أن تكون هذه الشراكة على طول مع القطاع الخاص خدمة لطلابنا وخريقينا أشكر للحاضرين الدكتور عبدالله داغم المدير العام التنفيذي لصندوق تنمية المهارات وطبعا لدينا علاقة كبيرة مع مصنع الوحدة الاسمنت بحكم أنه من كبار المساهمين للصندوق تنمية المهارات المشروع الذي يأتي بتمويل من شركة أسمنت الوحدة المحدودة هو عبارة عن ضراع آلي يقوم بنقل الثقل من حمل إلى حمل آخر حيث تم إنجاز 30% من المشروع بشكل نظري و70% بشكل علمي ليتم تطويره خلال الفترة القادمة ليصبحوا أداة تعليمية للطلاب ربما فيها المشروع تقوم على أنه يستخدم خطوط الانتاج بحيث أنه ينقل اللود من حمل إلى حمل آخر بحيث أنه يحصل تحت تنظيم معين يتكون المنتاج ويصير في خطوط معينة نتقدم بالشكل للدكتور عادل عليغي وكلية الهندسة على رأسهم العميد صالح مبارك الحمد لله تم إنجاز هذا الشغل وتكلل بالنقاة بالنسبة 70% بعد إنجاز هذا المشروع الذي حضره المدير التنفيذي لسندوق تنمية المهارات بالعاصمة الموقعة عدن الدكتور عبد الله داغم محمد الذي اعتبر هذا الإنجاز هو ثمرة لتعاون مشترك بين جامعة عدن والقطاع الخاص للاستفادة من خبرات الشباب وتأهيلهم تخلل الحفل عرض فيلم وثائقي لخاص خطوات تنفيذ المشروع منذ انطلاقه وحتى اليوم كإضافة نوعية تحققها كلية الهندسة بجامعة عدن في إطار ما تشهده من تطور ملموس في العملية التعليمية والأكاديمية لقناة عدن الفضائية والضحش لعدن اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن أعمال الدورات التدريبية البرنامج التدريبي لصندوق تنمية المهارات والتي أقيمت في المعهد التجاري بخور مكسر بمشاركة 66 شابا وشابة وتمويل من صندوق تنمية المهارات وإشراف وزارة التعليم الفني في عدد من المجالات منها برنامجي الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب والكوافير وفي حفل الختام كرم مدير عام مديرية خور مكسر الأستاذ ناصر الجعدني المشاركين بشهادات المشاركة بعد تلقيهم المعارف والتدريب طيلة أيام الدورات ضمن البرنامج التدريبي لعام 2019 الذي يستهدف الخريجين والعاطلين عن العمل وفي الحفل أكد مدير عام مديرية خور مكسر على أهمية خلق فرص تدريبية للشباب وصقل مواهبهم العلمية وتنميتها لما يلبي احتياج سوق العمل مشيرا في الوقت ذاته على وحدة الهدف بين السلطة المحلية في خور مكسر والتعليم الفني لتوفير الفرص التدريبية للشباب انتهت أخبارنا نذهب إلى التذكير بأبرز العنوين رئيس الجمهورية يعزي في وفاة المناظر عبدالقادر أمين القراشي الجيش الوطني يسيطر على التباب والمرتفعات الجبلية نواقع غرب سلسلة جبال الطير والجوهرة في باقم بصعدة لغم بحري حوثي في البحر الأحمر يفتك بحوت ضخم بسواحل ميدي محافظة حجة انتهت نشرة الأخبار في أمان الله اشتركوا في القناة